الحديثة تعمل لها الأرضية المناسبة في كل مكان شواطئ أندية شوارع كل الخدمات المطلوبة المهرجانات كانت الفرصة الكبيرة أنها تفتح الإسماعيلية على العالم وكان بدايتها مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية اللي بدأ 85 الأجانب اللي جم في هذه الفترة كانوا منبهرين بالإسماعيلية وده كان برضو مرضوده الآخر أن الناس كانت بتقول يعني إيه العائل من المهرجان على الإسماعيلية الإسماعيلية كانت بتشتغل الليل ونهار المحلات بتشتغل كل الخدمات بتشتغل بعدما بينتهوا من مهرجان الإسماعيلية ما كانواش بيسافروا مباشرة كانوا بيطلبوا أنهم يزوروا الأماكن السياحية اللي في مصر وده سياحة غير مباشرة الأهرام، أبو الهول، شرم الشيخ ده كله كان عائد سياحيا من خلال المهرجانات اللي كان بتتعمل بالإضافة إلى مهرجان عياد الربيع اللي كان متميز على مستوى الجمهورية كانت الإسماعيلية بتصهر للصباح ومش عايز أقول لها حضر دك الأعداب الكبيرة جداً اللي كان بتيجي تقضي شام النسيم في الإسماعيلية مهرجان الأفلام التسجيلية مهرجانات كتير يعني مش عارف أحصرها وعدها إسماعيلي بالنسبة لنا بيمثل شيء كبير جداً أنا في وقت من الأوقات كنت برضو متواجد في الندم الإسماعيلي بصفة ودية بقدم الدعم في أي شيء يطلب مني سفريات اللاعبين المعسكرات الداخلية اللي كان بتتعمل كنا بنشارك في إعدادها بحيث أن نحن نوفر الجو المناسب للفرقة علشان الناتج بتاعها بيكون ملحوظ طبعاً النادي الإسماعيلي بيمثل الإسماعيلية شيء كبير جداً ومش الإسماعيلية بسا أنا أعتقد أن فيها على مستوى الجمهورية ناس كتير جداً بتحب الإسماعيلي وأنا بره بصر لقيت أني فيه ناس كمان بتعشق الإسماعيلي لأداءه وإسلوبه وتميزه النادي الإسماعيلي في الفترة اللي كان فيها الدكتور عمارة كان بتشهد دعم غير عادي وقرارات حاسمة وسريعة إذا كانت بتخص الفرقة في الداخل أو في الخارج يعني مش أقدر أذكر الحاجات ديت لأن الوقت يعني فات عليه كتير قوي والذكرى ما بقتش زي الأول لكن بقول إن في وقت الدكتور عمارة الإسماعيلي كان بيشهد عصر ممتاز ومتميز في الإسماعيلي أقول له ربنا يحفظك ويديم عليك الصحة والعافية وتاريخك في الإسماعيلي محفور في قلوب الناس حب الناس ده مكسبه لا يقدر إحنا بنسيب المناصب ونسيب الكلاسة لكن بيبقى الحب داخل الإلوب هتقول إيه للأستاذ عصام أعطيها سيدة الوزير وعنده كلام كتير وكان عاوز يقوله لا عصام شال معايا فترة من شباب الجمال وكان شال معايا في العلاقات العامة وإنسان محترم جدا وكان حرف يعارف بيعمل علاقات عامة قوية مع الناس كلها معاكله بتعلم منك بقى معايا طيب أنت شايف أن أحلام اليقذة رغم خطورتها إنها ممكن كل إنسان يحققها كلها ولا بتختلف من شخص الصحف ولا هي أصلاق زي دكتور مصطف وزي المفاوضات يعني أنت مثلا لما إسرائيل تفاوض حماس هو ده أكستريم وده أكستريم نعم وبيعود ينزل ينزل فأنت الأحلام بتقول مثلا إيه أتمنى أنا مثلا مخش بعد بثلاثين أبقى عودوا مواجه الشعب مجاتش يبقى يبقى محضر حاجة تاني أه تعود تحضر حاجة أقل أه طبعا لإني واجه الشعب ده طب يعني طبعا فإيه لكن المهم أنا أنا مدرس زي ما تلك في كامة إن شامس علوم سياسية فالشباب المدرجة كلهم يا جماعة إيه أكبار أحلام عندكم أحلاموا وقعدوا التاريعوا علي يا سلام أبقى كلهم كلهم ولا واحد إلا بنت قامت كلها بتحلم أيتها أحلم ما أبقى وزيرها مدرجة في أهل تسعمية ما عادش عايز بيحلم يا خبرة في الله صور بقى أنت بقى الجيلة ما أطب بأحلامش عمره ما إيه بحاجة عمره ما إيه بحاجة ما أنا بقولك رغم إن هي أحلام اليقظة إيه لو إنسان عنده إرادة وتسمعه عاوز يوصل هو أيا كان مش لازم بقى أنا كن مش عارف إيه ولا إيه الكلام ده كله وعاوز أعمل كزا هتوصل كزا ما الإرادة دكتور مصافة زي ما بقولك أنت تبقى لعيب دولي بايت لعيب دولي نجم بايت نجم لو أنت مش عايز زي اللعيبة التانية اللي بتعرف اسمهم إن هو بسوش لايه حاجة غالص طبعاً ما ينفعوش لأنه هو مش عايز صح هو فرحان إن لعب كرة اللعب كرة وخلاص خط كم قرشين وخلاص ويبطل ولا حد يسمع عنه أي حاجة ولا حد يسمع طيب أنا عشان حبايبة كتيرة قوي الكابتن أشرف خضر نجم الناد إسماعيلي موجود معانا برضو موجهلك رسالة طبعاً